السلام عليكم ورحمة الله المفيد في النشاء في الرياضيات السنة الأولى من التعليم الإعدادي الصفحة 17 على بركة الله التمرين رقم 11 سنقوم بكثير من التعليم الإعدادي الصفحة 17 على بركة الله التمرين ورحمة الله التمرين سنقوم بكثير من التعليم الإعدادي الصفحة 17 على بركة الله التمرين بكثير من التعليم الإعدادي الصفحة 17 على بركة الله التمرين هنا كندروا العكس ديال التوزيعية اللي هو التعميل وكنشوفوا العامل المشترك اللي هو 26 وكنعملوا به 26 في 4 زائد 4.5 وهذه المتساوية صحيحة هنا عندي 5 زائد 5 في 6 أيضا هنا عندي العامل المشترك هو 5 كنا نعمل به كندروا 5 في 1 زائد 6 أيضا هذه المتساوية صحيحة نمر الآن إلى التمرين الموالي 13 نعمل موالي 12 بالبعس 13 نعمل 25 x 43 تقوم بكثير من 1075 13 نعمل 25 بالبعس 15 نعمل 25 x 43 تقوم بكثير من 1075 سوف نستعملها ونحن أصبح الحسابات سوف نقوم بتعليم هذه النتيجة لإنبساط عمليات الحساب ونبدأ لبرك الثلاثة الأولى 25 في 44 هنا 25 في 44 تساوي 25 في 3 و 4 زائد 1 هنا 44 قسمتها ونبدأ عملية النشر كما شفنا مسبقا 25 في 43 زائد 25 في 1 وهي 25 هذه حسبتها مسبقا 1075 زائد 25 أتعطيني النتيجة هي 1100 نمر الآن إلى 26.43 26.43 تساوي 25 زائد 1 كيف مدرت لهذه 43 إذا بدرتها على مستوى 25 هذا 25 زائد 1 في 43 وبنفس الطريقة ندير النشر 43 في 25 زائد 43 في 1 وهي 43 وكتعطيني هذه النتيجة 1118 العملية الموالية 25 في 143 نحن ننجز الحسابات مسبقا لكي يكون الفيديو طويل عندي 125 في 143 هي 25 في 100 زائد 43 هنا مهمة نخصني ديما نحاول نجيب 43 في 25 باش نستغل هذه النتيجة هي 25 في 100 زائد 25 في 43 دائما النشر 25 في 100 زائد 25 في 43 هذه هي 2500 زائد 25 في 400 زائد 25 في 75 إذا كتبني هذه النتيجة 3575 العملية الموالية هي 25 في 42 25 في 42 هي 25 في 43 ناقص واحد هنا انقصت باش نحصل على 42 ونفس الطريقة لكي تشوفوا هي هذه النشر 25 في 43 ناقص 25 في واحد اللي هي ناقص 25 هذه رأي النتيجة اللي عندنا مسبقا ناقص 25 ناقص 2060 العملية الموالية 24 في 43 هنا سنزيد 24 هي 25 ناقص واحد في 43 ونشر 25 في 43 ناقص 43 في واحد اللي هي 1075 ناقص 43 تساوي 1325 تساوي 1325 في 43 125 هي 100 زائد 25 في 43 وكنديروا عملية الناشر 43 في 100 زائد 43 في 25 هذه في 100 هي 4300 زائد 1075 كتبني هذه النتيجة اللي هي 5375 العملية الموالية 125 في 43 ناقص وهذه 1025 في 143 1025 في 143 كتلاحظوا هنا كندير 1000 زائد 25 وهنا كنخليها 143 علش خليتها لعندي عندي عملية مسبقة في هذه 143 ونستغلها وكندير هنا 143 في 1000 اللي كتعطيني 143000 زائد 143 في 25 هذه هي حسبتها مسبقاً هي هذه 143 في 25 كتعطيني 3575 كنت نصغلها تهية وكنكتب كنت نبدلها 3575 وممكن نجمع كيعطيني هذا العدد 146575 نمر الآن إلى العملية الموالية هذه ممكن فيها شي خطأ لاني معديش تعطينا شي حاجة ممكن هذا الواحد زائد الى حي يدنه را غادي تعطينا جوج فاصلة خمسة وديك سعيم كلينا نتخرجها جوج فاصلة خمسة في 43 هناك نحول هذا خمسة جوج فاصلة خمسة كنت نضربها هي 25 في 0.1 هناك نحصل الفاصلة لانك أعطين جوج فاصلة خمسة في 43 وكننحصل على النتيجة اللي عندي 43 في 25 زائد 43 في 1 عفواً في 4.3 في 3 هي 175 ألف وخمسة وسبعون في زائد عفواً كنت نضرب تبادل هناك تبادلية في الضرب 43 في 25 هي 1075 وكننضربها في 0.1 كنت تعطيني هذه النتيجة 107.5 عفواً هناك ممكن لدي الجامعة غير كل شيء الضرب كنت تبادلية 25 في 43 في 0.1 إذن نتميم العملية الأخيرة هي 24 في 9 مضروبة في 43 نقسمها على هذا الشكل نضرب 25 ناقص 0.1 24.9 الكل في 43 40 وكننضرب النشر لي 43 في 25 ناقص 43 في 0.1 هناك تضربها في 0.1 ستعطيني 4.3 43 في 0.1 ستعطيني 4.3 إذن 1075 ناقص 4.3 ستعطيني 1070.7 للإشارة 0.1 ستعطيني 4.3 ستعطيني 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 الآن التمرين الموالي رقم 13 14 ستعطيني 14 يقول التمرين X' X يعني 2 طرق مختلفة مختلفة . يعني هذا المستطيل الملون بالأصفر سنعبره على المساحة بطريقتين مختلفتين للتذكير فالمساحة هي الطول في العرض للمستطيل الطول في العرض هنا عندي الطول هو 13 والعرض العرض هو X لدي X لدي لدي X ناقص 3 وهذا X ناقص 3 إذا هذا هو العرض المستطيل وهننجز الطول 13 في العرض X ناقص 3 وإذا نريد أن نشرها هي 13 X ناقص 13 9 طريقة الثانية A2 سنحسب هذا المستطيل كامل ونقص منه هذا المستطيل وبالتالي سنحصل على هذا الصفر إذا هذا كامل X 13 كما محاسبنا X هو المستطيل الكبير ناقص هذا المستطيل هذا المستطيل المساحة 13 في ثلاثة نشر من اللي كندير عملية النشر اللي هنم عنديش النشر 13 في X ناقص 13 ناقص ثلاثة هي هذه وهنا حصلنا على نفس المساحة بطريقتين مختلفتين نمر الآن إلى آخر تمرين في الصفحة من بيلان هنا ننطيكي لابون غيبون با با أو يعني هنا الجواب الصحيح نحن نقص لتقلق 35.5 ناقص بين خوصين 3.5 زائد 12 في 7 هنا نبدأ با نبدأ نبدأ نعمل نعمل في الأفضل نبدأ با نبدأ نبدأ الأقواص هنا هي 3.5 زائد 12 لا لا لماذا أحتفشي وحدة في هذا وأنني قمت بها بالسيلو حيثت هذه وقمت بها ثلاثة فاصلة خمسة زائد 12 هذه هي التي نصبق بها الحساب بعملية الحساب عندي هنا الجامع والطرح لدسان إلى سوستخاكسيون أدغوات هنا عندي أعدادين متقابلين 24 ونقص 24 هي سفر كتف قالي 49 نقص 15 كتف قالي 34 زائد 24 لماذا أريد أن يقوم بها المتقابلين يقوم بها زائد 24 نقص 24 كتف قالي 34 هنا 75 زائد بين قوصين 14.3 نقص 6.5 في 4 نقص 21 قسم 5 أفضلية كتف قالي بين قوصين بين قوصين ثم الضرب والقسم ثم بعد ذلك نقص غير الجامع والطرح كنبدأ من اليساري إلى اليمين 14.3 نقص 6.5 تعطيني 7.8 نقص 7.8 نقص في 4 4 هي تعطيني 31.2 و كنمشي لعملية القسمة الأخرى هي 21 قسمة 5 تعطيني 4.2 ومن بعد كنجيل هنا ونكمل العملية 75 زائد 3.2 نقص 4.2 نقص ستعطيني هذه قسمة ستعطيني العدد 102 هنا بسيطة جداً تحسب ما بين قوصين هو 11 11 12 في 4 هي هذه هنا نقص العامل المشترك وهو 2 ونقص 2 بين قوصين هذه هي الضرب في القوصين يعني تعني 12 12 نقص 6.5 هذه الصحيحة هنا كذلك نجمع 2.7 و 3 كتعطيني 5 على 4 تعطيني 1.25 يعني هنا كذلك 5 على 4 زائد 16 إذا اختزلت 5 ستعطي 1 على 2 وهنا هنا نبدأ بالأقواس ثم الضرب والقسمة العملية الآن 14 نقص 4 يعني 24 قسمة 6 زائد 140 نقص 16 140 هي 5 في 28 يعني دائما سأعطي الأسبقية الضرب والقسمة والأقواس هم اللون طبيعة الحال وهنا بقى عندي عملية القسمة المكندرية اللون 24 قسمة 6 زائد 140 نقص 16 هناك 144 نقص 16 التي تعطينا من طبيعة الحال 128 إذا هذا كل ما لدينا في هذه الصفحة لا تنسوا ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم بقي التمارين والسلام عليكم ورحمة الله